مرحبا واهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثامنة من الطريق الى كندا برنامج مهم جدا في كتير شغلات موجودة على الموقع انا ما كنت اعرفها الانسر تعرفها طبعا انا مش مستشار مستشار هجرة في شغلات كتير عم بتعلمها من خلال هذه الفيديوهات معكم عشان هيك اذا عندكم اسئلة كتير حطوها في الكومنتس عشان نقدر نجمع هاي الاسئلة الاسئلة مش الحالات لانه كل كيس بيختلف عن كيس الاخر خلوا الاسئلة هاي ممكن نجيب مستشارة هجرة نحطها اونلاين نحكي معها نقدر نعمل conversation وتستفيدوا ويستفيد الجميع اهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 8 عن موقع citizenship and immigration كندا هذا الموقع اللي عم بنحاول انه نشرحه بطريقة مبسطة عليكم شغول كتير بعد ما نشرحه لانه بتدخلوا تعرفوا شو الفييز او شو الطريقة اللي لازم تقدموا فيها لكن انا عم بعطيكو الكي عشان تدخلوا هذا الموقع حكينا عن اول ثلاث شغلات موجودة فيها اللي هو express entry provincial nomination والatlantic immigration pilot اللي عندنا نحكي عن start up visa من الاسم هيك طريقة start up visa هي you starting a business creating jobs وبعد هيك بتقدر تقدم على فيزا يعني اول شرط انك تقدر تعمل بزنس في كندا بعد ما تعمل هذا البيزنس لمدة سنتين بتقدر تقدم على ال permanent residence في كندا بحكي لك هون انه ال target منهم هم ال business people الفيز هون كتبلك ياها الف خمسمية واربعين مش غالة كتير مدة ال 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 برنامج هذا من ان 12 ل 16 شهر عشان يقدروا بقبلوك او بمدة التقديم لازم تعمل بلد بزنس مبدعة هذا البزنس بتقدر تسوي جوبز للكنيدين مش لازم يكونوا واحد من عيلتك وكان كمبيتون اجلوبال سكيل طبعا هما بدهم يجيبوا بزنس بيبول هون عشان يقدروا يعملوا مصانع شغلات جديدة بزنس جديد بس الشرط لازم تاخد support من واحد من الorganization عشان تقدر تعمل معهم شراكة عشان يتأكدوا انك عم تعمل بزنس خلينا نشوف مين هم المؤسسات هاي اللي بيحكوا عنها هم هاي لست تبعت الorganization هدول اللي بعتوا funds هدول minimum you must get at least one of these groups to agree to invest in a minimum 200,000 هدول اللي لازم يعملوا investment معاك لما لا يقل عن 200,000 دولار كندي هدول الشركات اللي بيقدروا يعملوا investments هدول من هدول اللي لازم يعملوا 75,000 50,000 و business incubators هدول هم you must get into one of these programs هدول البروغرامز اللي بتقدر تدخل فيهم اوكي فهاي بدها شوية شغل خاصة انك بدك بلت البروجيكت تبعك بروبوزل للبروجيكت عشان يقدروا الوافقو لك فبدك بلت بروتفوليو عشان تقدر تشتغل على هذا الموضوع طيب طبعا كباك بختلف شوية الان مين بقدر يعمل application حكينا qualified business people who can at least you get commitments لازم تأخذ commitments من واحدة من هدول اذا 10% or more voting rights يعني 90% انت لازم تدفع هون application organization applicants and the design jointly hold اذا انتوا اياهم بالنص يعني حوالي انت بتدفع 200000 هم بتدفع 200000 اوكي و at the time you receive the permanent residence بعد هيك بتقدم على permanent residence بس تفتح الجوب وتبدأ تشتغل هذا permanent residence لازم يبين انك انت عم تعمل management للبزنس from within كندا يعني انت داخل كندا و لازم يكون عندك essential part part مهم في operation في business مش متعطيه لmanagement company او شغلة زي هيك و business incorporated in كندا مش مثلا عامل شركة هون و عامل مصنعك في تايلند او اشي زي هي طبعا لازم يكون عندك letter من هاي المؤسسة انك هم بدعموك او مستعدين انهم يدعموك يستعدين يدخلوا شراكة معك language skills تبعتها بدها خمسة or higher in english قديش لازم تجيب معك مصاري طبعا هذه الارقام الميليموم اوكي fund requiring canadian dollar مثلا عندك اربعة بالعيلة زوجتك و انت وولدين لازم تجيب 23000 مش كتير طبعا البزنسمان طبعا هم بحكي لك قديش انت لازم تجيب الآن طريقة الابليكيشن سهلة بتروح اول شي بدك الابليكيشن package تدفع المبلغ اللي عليك و submit your application وانتهى الموضوع يعني الموضوع مش صعب طبعا اول موضوع هو الصعب اللي هو انك تاخد approval من احد المؤسسات اللي حكينا المالية اللي ممكن تدعمك او تدخل معك شراكة وتشترط عليك امور كتير فلازم يكون عندك اول اشي proposal للبروجيكت اذا انت عندك بروجيكت في بلادك ممكن تعمل عليه وانك اشتغل في هذا الموضوع حابب تنقل هذه الخبرة لكندا لازم توظف ناس كنديين وبالتالي انت ممكن تستطيع انك تدفع مبلغ وهم يدفعوا مبلغ ويكون شراكة في هذا المشروع بعد ما ينجح هذا المشروع وتبدأ تعمل فيه ممكن تقدم على المشروع فهي هاي فيزا لازم نركض انه هي مش في البداية فيزا بس اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة